السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي أهلا بكم معكم مستر علي السيد إن شاء الله في الفيديو ده نحل مع بعض test on unit 6 اختبار على الوحدة الستة رقم واحد بيقول exams are not the only way لامتحانات ليست الطريقة الوحيدة to note student skills لكي ينقط مهارات الطلبة there are many other ways ده في طرق تانية to evaluate them لكي نقيمهم فاللي بالك evaluate يعني ايه يقيم طيب assist معنها يساعد develop معنها يطور assess معنها يقيم ونفس معنى بالضبط evaluate evolve معنها يتطور فإذن الإجابة شباب هتكون ايه assess يقيم رقم اثنين my father advises me بابايا بينصحني to stop studying when i feel exhausted اني اوقف مذاكرة لما حس ان انا متعب منهك because my concentration لاني التركيز بتاعي بيقل صح increases by that declines يقل يتدهور improves يتحثن moves ينتقل فإذن إجابة تكون ايه declines معنها يقل او يتدهور رقم ثلاثة نادية now lives in aswan نادية دلوقتي بتعيش في aswan but she was not in care ولكنها نقط في القاهرة raise طبعا raise دفع المتعدل لمفعول وبالتالي يمكن بناءه للمجهول فدي سليم وخلي بالك فيه قبل النقط verb a to be فاللي جاء لو تصريف سليس هيكون مبني مجهول يبقى she was raised يعني ربيت او نشئت يعني كبرت وترعرعت في القاهرة reason مش هنفكر فيها لان زي ما اتفقنا raise ده فعل لازم معنها يرتفع وتشق الشمس هو اي فعل لازم يا شباب لا يبنى للمجهول اطلاقا embrace معنها يعانق او يتبنى طبعا مش جايكا معنى cheer معنى ايه يشجع او يهتف لي وهكذا فالاجابة تكون ايه raised يعني ربيت او نشئت وهكذا رقم اربعة the conclusions we know sounded incredible الخاتمة او الاستنتاج او الخلاصة اللي احنا وصلنا لها بدت او كان شكلها يعني incredible لا تصدق طيب عندك reach و draw صح تماما ليه لان اخذنا colocation على بعض اسمها reach او draw اللي اصلا معناها يرسم بس هنا دي colocation وكمان معاك come to come to يبقى reach draw come to a conclusion a conclusion معناهم يصل لايه لاستنتاج او خاتمة reach draw come to a conclusion فايزا الايجابة تكون a and b وطبعا الفعل دو مش معاهم اساسا رقم خمسة she decline the offer برضو اخذنا الفعل decline decline ليه معنين ياما الفعل دا يكون متعدي بمعنى يرفض ياما يكون لازم بمعنى يتدهور يتدهور او يقل مثلا تمام طيب نرجع للجملة كده she declined his offer طبعا هنا ايه متعدي لمفعول هو his offer يبقى هنترجمه ايه معناها يرفض يبقى هي رفضت العرض بتاعه فالفعل declined here is synonymous with a هو مراد في كلمة ايه wind down جاية من go down معناها ينخفض او يقل هو فعلا يسوي decline بس بمعنى ايه ينخفض او يقل يعني فعل لازم واتفقنا هنا متعدي decrease برضو يقل deteriorate فعل مهم معناها يتدهور او يقل يعني نفس المعنى بتاعه كفعل لازم محتاجين المتعدي بقى فتكون ايه turn down برضو turn down كان ليه معنى ايه turn down المعنى الاول معنى ايه يخفض يخفض درجة شيء حرارة صوت وهكذا او حتى يرفض محتاجينه بمعنى ايه يرفض رقم 6 something that is productive الشيء اللي هو مثمر ومنتج productive is not ليس ايه محتاجين الصفة العكسي inventive معنى ابداعي sterile معنى عقيم يعني غير مثمر اه هي دي fertile او fertile اتنين صح في النطق معنى ايه مثمر او خصب ماشي كده fruitful معنى ها مثمر برضو فاذا نجابة تكون sterile او sterile يبقى الاتنين صح في النطق sterile sterile رقم 7 I begged my father to not me join the school trip يعني انا توثلت لابي النقط ليا me اللي هو المفعول به يخلي بالك وبعده مصدر فعل ان انضم الى الرحلة المدرسية طيب عندك prohibit معنى ايه يمنع ودايما بيجي في المبني مجهول يعني مثلا هنقول I was prohibited انا منعت from going يبقى مبني مجهول وكمان بعد from ing اجباري اجباري تمام خلي بالكم منه طيب هنكتبها كده هنا تمام يبقى عندك دايما او في الغالب يعني be prohibited بتد ماشي يعني يمنع وبعدها from اجباري هنا مش from اختياري زي prevent ولا stop لا هنا ايه اجباري هو عموما from دايما في الصيغة في المبني مجهول اجباري زائد verb زائد ing تمام طب نكمل بقية الاختراض permit معناها يسمح يسمح ولها قعدة من فاكر اللي هو زائد object زائد tool المصدر صح نفس secret بالزبط الاو نفس الفكرة بالزبط هي مش الاجابة يعني نفس الفكرة allow مفعول به ثم tool المصدر كل ده في المعلوم طبعا ماشي والاو معناها ايه يسمح طيب let معناها يسمح برضو بس مفعول به ثم مصدر بدون tool صح يبقى اذا ايجابة هتكون مين كده هتكون let والمعنى ماشي يبقى انا توسلت لباباوية انه يسمح لنا يبقى let me join او يسمح لي allow me to join بس هنا ما فيش tool فهنختار let رقم تمانية I was made نقط the essay again جعلتو ان اكتب المقال مرة اخرى فكرين قاعدة make make زائد object مفعول به مفعول به يفعل الفعل اجبارا لازم يكون بعده مصدر من كده بدون to خلي بالكم وده طبعا فين في المعلوم ماشي كده لكن في المجهول بيكون بي طبعا هنبدأ بالمفعول به زائد made او التصريف السلس لميك ثم اجبارا to المصدر تقول ايه والمصدر ده لو كان فعل احيانا بتكون صفة ماشي يبقى مجهول هديكم مثال على الصفة اخدناها قبل كده I was made happy مثلا يعني جعلت سعيدا جعلت I was made happy عشان فيه حد كان سألني السؤال ده ازاي تكون صح هنا سليمة اخدناها بليك تعادي جدا كان اصدها someone made me happy فبقت في المجهول ايه I was made happy لكن احنا دلوقتي بنتكلم على مين على الفعل اذا فقنا رقم 8 محتاجين اللي هي to والمصدر رقم 9 ندين have the baby نقط ندين جعلت الطفل سببية طيب السببية كالتالي عندك ندين اللي هو الفاعل يجعل اللي هي verb to have في تصريفاته او حتى جت ماشي طيب هو الطفل هنا يفحص عندك في الاخترارات examine لا الطفل يفحص صح يبقى عايزين بقى نائب فاعل يبقى دي مجهول نائب فاعل او نقولها مفعول يفعل فيه الفعل خلاص كده مفعول يفعل فيه لازم يكون فيه تصريف ثالث تعلم كده فاحنا هنختار التصريف الثالث اللي هو مين examine رقم 10 I got a tailor not a suit for me انا جعلته هنا ايه تارزي tailor يعني تارزي not a suit for me بدلة من اجلي يبقى التارزي ده ايه يفعل فيه الفعل ولا يفعل الفعل يفعل الفعل هو اللي بيعمل البدلة صح بيصنع البدلة وبالتالي محتاجين ايه يقيمة تو المصدر مع جيت اللي هي موجودة او مصدر مع هف احنا خلينا في جيت دلوقتي اللي هي جيت ثم فاعل يفعل الفعل يبقى تو المصدر ماشي والتفقنا دي ايه معلومة ودي طبعا مجهول ماشي كده فالاجابة تكون ايه كده شباب عايزين تو المصدر يبقى تو ميك حد يقول يا مستر بس المعاصر ذكر وقال ممكن في حالة المبني معلومة يكون فيه verb ing يعني اي جوت اتيلور ميكينج اه صح بس هنا بيقول ايه ايه تو ميكينج وضحت نيجي بقى القطع الفهم كالعادة بعد قطعتين الفهم والترجم هتلاقوا اهم الكلمات متجمعة وهنقرأها مع بعض في كثير من الدول يجب ان يتم التحكم فيها there are يوجد الكثير من الطرق of doing this لفعل هذا including بما فيه او بما يشمل building walls بناء الحوائط along the sides of rivers على طول جوانب الانهار so that ركز على so that so that معناها لكي او حتى اللي بعدها جملة كاملة يعني فاعل وفعل وتكملة وهكذا يبقى so that حتى they do not flood لا تفيض اللي هي هذه الانهار يعني even when the water level rises حتى لو مستوى الماية ارتفع rises فكريين rise يعني يرتفع او تشرق الشمس ودفع اللازم in some places في بعض الاماكن lakes البحيرات are created تصنع او تنشأ next to rivers بجوار الانهار so that لكي when the level rises عندما ارتفع المستوى مستوى الماية وكده the water runs into the lakes الماية بتنزل او تجري في البحيرات instead of بدلا من into the streets بدلا من دخولها في الشوارع of towns اللي هي المدن او البلدات or cities او المدن الكبيرة in other places في اماكن اخرى dams السدود have been built قد بنيت مضارع تام مبني مجهول to stop rivers flooding لكي تمنع الانهار من الفيضان طبعا احنا اخذنا قبل كده stop معناها يمنع ثم مفعول به from او يجوز حسفها verb ing the aswan dam السد العالي is a good example هو مثال جيد of this لهذا it has saved فقد انقذ مصر Egypt from floods for years من الفيضانات لعدة سنوات بارغراف التاني in london في london the british capital اللي هي العاصمة البريطانية capital يعني عاصمة many areas are below the level of the teams river الكثير من المناطق تحت مستوى نهر التيمز ممكن اقولها التيمز او تيمز بس المشهورة تيمز تمام وهي بالانجليش بتنطق تيمز يبقى تقول ته مش ث يبقى تيمز طيب نهر التيمز ده which means وده معناه that the city ان المدينة has to be protected يجب ان يتم حمايتها from possible floods من الفيضانات المحتملة to do this لكي نقوم بهذا a huge metal wall هائط معدني كبير ضخم called the team's barrier يسمى كلمة barrier المعنى حاجز يبقى حاجز تيمز تمام was built بنيت الحائط المعدني ده اللي هو يسمى بحاجز تيمز بنيا across the river عبر الايه النهر usually عادة this stays open هذا السور او الحائط يعني عادة ما يبقى مفتوح stays open so boats عشان بقى اللهم البوت على فكرة so هناك انها so that لكي هي نفس الفكرة يبقى يجوز حذف that في so that قلناها من شوية يبقى حتى boats القوارب can pass up the teams to london تستطيع ان تجتاز نهر التيمز الى او في اتجاه london or down the river to the sea او حتى في اتجاه البحر if the water in the river rises لو المية في النهر اجتفعت to a dangerous level لمستوى خطير the wall الحائط can be raised يمكن رفعها between 1982 ما بين سنة 1982 when it was finished عندما انتهي من بناء حاجز التيمز and 2009 the teams barrier فالحاجز ده لو حاجز التيمز was raised over 100 times تم رفعه اكثر من 100 مرة يبقى كلمة time كاسم يعاد معناها ايه معناها مرة venice venice دي اسمها مدينة البندقية في ايطاليا venice in italy has the same control system لديها نفس نظام التحكم we usually think of floods as bad عادة ما نفكر في ان الفيضانات دي حاجة سيئة and there are ويوجد many examples of floods الكثير من الامثلة على الفيضانات which have destroyed والتي دمرت towns cities and farmland البلدات او المدن الصغيرة والمدن الكبيرة او حتى اراضي زراعية but floods can also benefit people ولكن الفيضانات ايضا يمكن ان ايه to feed الناس in the past for example في الماضي على سبيل المثال for example for instance نفس المعنى nile floods made agricultural land more fertile for farmers الفيضانات الفيضانات بتاعت النيل جعلت او صنعت بس نقولها هنا جعلت agricultural land الارض الزراعية more fertile يبقى دي made اللي بعدها ايه make بمعنى يجعل بعدها صفة بعد المفعول به طبعا يبقى جعلت الارض الزراعية اكثر خصوبة خصبة اكثر يعني يبقى كلمة fertile يعني ايه خصبة for farmers the lack of rich mud brought out by the floods has obliged the farmers to use increasing amounts of chemical fertilizers and chemical insecticides which surely have bad effects on both people and the soil the lack lack معنى ايه نقص او افتقار يبقى نقص rich mud اللي هو الطمي الخصب منقولش هنا rich معنى غني ممكن اقول غني بالمواد والعناصر الغذائية للتربة يعني brought الذي احضر يبقى دي كان اصلها ايه which is brought out by the floods بواسطة الفيضانات has obliged الفعل oblige مهم جدا جدا معنى ايه شباب oblige اهي oblige معنى يلزم يجبر فتساوي ايه force بالزبط ونفس القعدة force مفعل به طول المصدر oblige مفعل به طول المصدر وطبعا oblige جاي منها obligation او تحديدا obligation جاي من obligate ايه ايه oblige معنى ايه معنى يلزم او يكبر يبا نقص بقى الطامي والتربة الخاصبة التي احضرت بوسطة الفيضانات قد اجبر the farmers الفلاحين to use ان يستخدمون increasing amounts of chemical fertilizers يستخدمون increasing amounts معنى كميات كثيرة او متزايدة من المخصبات الكيميائية السماد الكيميائي كلمة fertilizer معنى مخصب او سماد and chemical insecticides والمبيدات الحشرية الكيميائية which rarely والذي او هنا surely بكل تأكيد لديها bad effects اثار سيئة on both people على كل من الناس and the soil والتربة نيجي بقى للحل رقم 11 بيقول floods can benefit people by not الفيضانات ممكن انها تفيد الناس بوسطة ايه احنا قلنا ايحضار ايه rich mud الطمي يعني destroying land معنى تدمير الارض لا دي حاجة سيئة في بي بيقول making agricultural land fertile يعني جعل التربة او الارض الزراعية خاصبة صح طبعا في سي بيقول being flown يعني ان تطير او جعلها تطير وbeing in rivers كونها في الانهار مش جاية طبعا فايزا اجابة تكون من making agricultural land fertile رقم 12 building for boats بناء للقوارب wall built next to the river معناها حائط بنية بجوار النهر لا طبعا مستحيل هو ايه هو بعرض النهر فالاجابة تكون مين هتكون wall حائط built across a river يعني ايه عبر النهر وهتلاقو دليل الاجابة دي في البراجراف التاني في السطر التالت لما كان بيقول to do this a huge metal wall called the team's barrier was built across the river يعني بعرض ايه النهر 13 the central idea الفكرة المركزية جاي من center يعني كأنها ذا مين idea الفكرة الرئيسية ليه القطعة دي هي ايه floods are نقط الفيضانات تكون نقط في اي بيقول always beneficial دايما مفيدة بالعكس ده في الاغلب مدمرة طيب في بي بيقول never harmful يعني مستحيل تكون ضرة خالص لأ طبعا ده اغلب الاوقات ضرة في c always harmful دائما ما تكون ضرة ايوة فعلا ضرارها كبير جدا بس مش دايما احيانا بالتاج لبالايه زي ما قلنا من شوية طمي وهكذا فهتكون مفيدة فاذا انثب اجابة هتكون sometimes beneficial احيانا مفيدة with the existence existence معناها وجود جاي من الفعل ايه exist يعني يوجد يبقى بوجود the barrier الحاجز the teams نهر teams is expected يتوقع انه ايه هو الحاجز محطوط ليه شباب عشان كل شوية يرفعوا رفعوا 100 مرة عشان يحجز المياه صح فالمتوقع كده انه نهر التيمز ده يعمل ايه في ايه بيقول destroy more fertile soil on its bank مستحيل طبعا معنى الجملة انه يضمر more fertile soil يعني تربة خصبة اكثر على ضفته لا مستحيل طبعا بالعكس ده هو بيحمي التربة والاراضي دي في بيبيول threaten the lives of many people يهدد حياة الكثير من الناس لا في سيبيول demolish its barrier soon معناها هيضمر الحاجز بتاعه قريبا لا هو ايه نعم بيترفعه كل شوية بس مش معناها هيضمر كلما يرتفع المنصوب شوية زي ما قال هنا هو rise يرتفع many times كذا مرة يعني in a few years في خلال سنوات قليلة يبقى كلما يرتفع شوية هيرفعه للباريار اللي هو الحاجز خمستاشر بيقول according to the passage according to the passage يعني طبقا للقطعة walls الحوائط are sometimes built احيانا تبنى along the sides بطول يعني في اول قطعة الكده بطول ايه ضفاف النيل او جوانب النيل او الانهار to know لكي ايه يعني تمنع الناس من السقوط فيه هو سبب منطقي بس لم يذكر في القطعة احنا عايزين الناس يذكر في القطعة اللي هو في الاول خالص يعني لو رجعنا كده مع بعض في القطعة انا دلوقتي برجع قدامه تمام في الاول خالص لما قال لك فيه طرق كتيرة في تني سطره بيبنى along the sides of river so that اهي الاجابة حتى they do not flood even لا تفيض even when the water level rises حتى لو مستوى المايا ارتفع فمحتاجين نفس المعنى طيب في بيقول collect rain بيجمع المطر لا في سيبو keep water out of the river معناها يحافظ على المايا بعيد عن النهر لا بالعكس عايز المايا جوه النهر فإذا الاجابة تكون ايه keep water in the river يحافظ على المياه داخل النهر يعني لا تفيض يعني سبتاشر بيقول the need for building dams الحاجة لبناء السدود will increase ستزيد in the future او ستزداد هنا بعشان فيها لازم ستزداد في المستقبل because of the not بسبب الايه خلي بالك الحاجة لبناء السدود ماشي هتحتاج ليه هتحتاجها ليه عشان اكيد فيضاناته كده طيب في ايه بيقول boats in the oceans بسبب القوارب في المحيطات في بيه بيقول walls along the sides of river الحوائط بطول جوانب النهر floods of the rivers فيضانات الانهار themes barrier حاجز themes خلي بالك من الترجمة الصح الحاجة لبناء السدود ستزداد ليه بسبب الفيضانات فإذا إجابة تكون see floods of the rivers 17 بيقول the themes barrier is raised when not حاجز themes يرفع عندما ايه هو ذكرها في القطع بيقولك يرفع لما المية تفيد شوية صح قالك رفعه 100 مرة ويفتح open لما تعدي السفر طيب إذن هنا نركز على مين على مستوى المية عشان قالك raised طيب the water level اهو مستوى المية is low منخفض عايزينها high مرتفع اللي هي موجودة في c في بي بيقول ships are sailing along the nile دي ممكن تخدعك في ناس هتجاوبها كده أولا nile دي اللي هو نهر النيل in capital يبقى نهر النيل خلي بالكم يبقى احنا بنتكلم عن مين teams نهر teams اللي هو في لندن واضحة زائد انه قال كمان لما boats القوارب تعدي ما قالش ships يعني فيه فرق ما بين الاثنين قالك انه open يفتح فكده كده محزوف في دي بيقول it trains heavily يعني انها تمطر بغزارة لا طبعا فإذا الإجابة تكون مين see the water level is high 18 the aswan dem said aswan was mentioned zucra in the text في النص to a لكي ايه في ايه بيقول emphasize emphasize ممكن نكتبها بالاس او بالزد لكن صح معناها يؤكد على تمام والاس منها emphasis هناخدها في المنهج قدام يعني تأكيد ماشي كده emphasis يبقى يؤكد على اهمية building dams بناء السدود صح طبعا 100% في سيبي يقول show how dams يعني يوضح ويظهر كيف ان السدود tackle يعني تحل او تتعامل مع مشكلة of الخدعة هنا draft draft دي غير drought drought معناها الجفاف تمام هو كده كده ما تكلمش القطع الجفاف ولكن draft معناها تيار هوائي وحيانا تساوي كلمة draft برضو بمعنى مسودة بس the american and the british فكده كده 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 مش عايزين في بي بي بيقول prove that egypt was able build dams هو ايه الصياغ الخطيئة المفروض to build مثلا هو اللي كي يثبت ان مصر كانت قادرة على انياب تبني السدود ما تكلمش عن كده خالص وبتكلم عن اهمية السدود في d بيقول help prevent the sea levels from rising c خلدي بالك c يعني ايه بحر هو السد اللي على البحر ولا عن نيل عن نيل فإذا اجابة تكون a emphasize the importance of building dams يعني يؤكد على اهمية بناء السدود نيجي بقى لقطعة الفهم التانية superstition superstition معناها خرافة superstition superstition is a belief الخرافة هي معتقد which is not based on reason الذي لا يكون قائم على أو مبني على المنطق reason هنا مش هنقولها السبب هنقولها ايه العقل والمنطق or fact او الحقيقة but on association of ideas ولكن ارتباطا بالأفكار as in magic كما هو في السح او كما هو الحال في السح يبقى كلمة magic يعني ايه السحر some people بعض الناس believe in one or two superstitions بعض الناس يؤمنون ب تمام يبقى believe in يؤمنون ب واحد او اثنين من الخرافات superstitions for innocence على سبيل المثال many people الكثير من الاشخاص believe that misfortune misfortune معناها سوء الحظ يعتقدون بان سوء الحظ او يؤمنون بان سوء الحظ will happen سوف يحدث if the water in which eggs لو المية اللي فيها البيض have been boiled الذي يغلى البيض المغلي يعني touches your hand يعني المية بتاعت البيض المغلي لو لمست ايديك يبقى خلاص يبقى هيحصل سوء حظ بعض الناس يعتقدون هذا طبعا لو انت معك بطاة صاية تمام لو معك بطاة صاية واحدة حطيتها في جيبك your pocket will ward you off rheumatism انت عارفين الروماتزم اللي هو التهاب المفاصل كم ward you off يعني تمنعك يبقى ward off معناها يطرد او يمنع بس هنا معناها تمنعك او تقيق من الروماتزم اللي هو التهاب المفاصل والله يعني لو انا جبت بطاة صاية كده حطتها في جيبي خلاص ما بقىش عندي روماتزم طبعا ده اعتقاد خاطئ طيب for the prevention of pain للوقاية من الالم in their teeth في اسنانهم some people believe that بعض الناس يعتقدون ان ده السفرر الذي يعاني من الالم يعني should hit a nail into a bigotry يعني يجيب مسمار كده كلمة نيل معناها مسمار ولها معناتاني ظفر اللي هو الظفر يعني وهكذا يبقى لازم يجيب شكوش كده ويدق مسمار into a bigotry في شغرة كبيرة طبعا كده هاي موتها يا جدعان علي النعم عالم مجانين طيب others اخرون بقى believe يعتقدون ان that putting on the left stocking before the right causes bad luck اخرون يؤمنون بان putting on the left stocking يعني lips put on هنا معناها wear يعني تلبس بس خاصة للنساء لان stocking دي معناها الشراب الطويل بتاع النساء ده يبقى lips الشراب اللي هو اليسار الشمال يعني قبل اليمين ده بيسبب سوء حظ سبحان الله طيب opening an umbrella انك تفتح شمسية inside the house بداخل البيت will make you miserable all day هتخليك تعيس وبائس طول اليوم طبعا الحاجات دي خرافات يا جماعة horror of number 13 الرعب من الرقم 13 is a popular superstition هو خرافة مشهورة some hotels فبعض الفنادق in fact في الحقيقة knowing the fear وهي عرفة الخوف من this unlucky number هذا الرقم او العدد غير محظوظ بيعملوا ايه بقى exclude يستسنونا يستبعدونا this number هذا الرقم from all rooms من كل الغرف crossed knives السكاكين المتقاطعة العامل زي في كده رقم في او علامة في او x يعني تمام يبقى crossed knives on a table السكاكين المتقاطعة على الصفرة mean معناها a quarrel تمام ان كده في خناءها تحصل quarrel يعني شجار some people بعض الناس believe that يعتقدون ان a broken mirror المرآة المكسورة foretells death تتنبأ بموت foretell معناها predict يتنبأ يتنبأ بموت مين بموت in the family في العائلة في حتى هيموت يعني in england في انجلترا throughout the middle ages عبر العصور الوسطة horses were nailed on the doors انظر لو ترجمناها حرفي كده معناها الاحصنة تدق بمسامير في الابواب هل منطقي نجيب حصان وندقه في الباب لا اذا هنا في خطأ مطبعي كان أصلها شباب كده horse shoes معناها معناها حدوات الحصان تمام اللي هي في قدم الحصان من تحت كده كانوا بيدقوها were nailed يبقى إذن أخدنا كده nail بمعنى نيل بمعنى مسمار أو يدق مسمار كانوا بيدقوها بمسامير في الببان وده بيعمل ايه this keeps away evil spirits وده بيبعد الأرواح الشريرة كلمة spirit معناها روح the Japanese اليابانيين nail a piece of wood بيدقوا بمسمار بقى قطع من الخشب from a certain tree من شجرة معينة on their walls على الحوائط بتاعتهم to keep off knives لكي ايه أو هنها نايفز ايه keep off thieves معناها ايه بعيد واللصوص يبقى خدنا كلمة يبعد كم كلمة كده ward off وعندنا keep away وعندنا keep off كلهم نفس المعنى نجي بقى للحل 19 بيقول the choice that best expresses الاختيار بقى الذي يعبر بشكل افضل عن the main idea الفكرة الرئيسية للنص ده ايه superstition الخرافة ملها في abuel is not found in all parts of the world لا توجد في كل اجزاء العالم بالعكس والجمع العملين نحكى عنهم دول جمع المجانين دول في abuel is found only in England فقط في انجلترا لا طبعا is based on reason مبنية على العقل والمنطق اكيد لا فاذا الاجابة تكون الاخيرة اللي هي dominates معناها تهيمن وتسيطر the lives على حياة of some people بعض الناس رقم 20 بيقول horses were nailed برضو مفروض horse shoes تمام الحدوات بتاعة الحصنة كان يتم دقها in some doors في بعض الببان في انجلترا ليه يترى bring bad luck تجلب الحظ السيء لا طبعا هو قالك تطرد الارواح الشريرة صح keep off disease تبعد الامراض prevent evil spirits هي تمنع الارواح الشريرة stop a quarrel يعنيها توقف الشجار والخناء فالإجابة تكون prevent evil spirits 21 it is inferred from the text يستنتج ويفهم من النص that the writer أن الكاتب ماله thinks يعتقد أن superstitions أن الخرافات bring good luck تجلب الحظ السيء لا طبعا له أصلا ايه يعني بيرفضها متهيألي يعني اللي فهمنا انه بيرفضها طب believes in superstitions معنى يؤمن بالخرافات لا طبعا هو لا يؤمن بالخرافات وبعد كده الاختيار ايه هو بي بالزبط طيب عندنا في أول قطع أصلا وبيتكلم عن أن الخرافات ده معتقد مش مبنى على reason or fact يعني الراجل بيقولك مش مبنى على العقل والحقيقة يعني هو أصلا ضده طيب في c-b-u agrees with superstitions معنى هيتطفق مع الخرافات ما انت عندك a و b و c نفس المعنى فإذا الإجابة تكون ايه rejects يعني يرفض superstitions الخرافات يبقى عندك reject يعني ايه يرفض 22 بيقول cross knives السكاكين المتقطع على الهائة x دي on a table على الصفرة for those who believe in superstitions للجماعة اللهم بيؤمنوا بالخرافات معنى ايه فاكرين هو aquarel خناءة تمام وبالتالي محتاجين نفس المعنى طيب في ايه بيقول an argument نقاش تمشي نقاش حد يعني خناء بالكلام وكذا an agreement معنى اتفاق a meeting اجتماع a death يعني موت احد الاشخاص فاللي جابه واضحة كده تكون ايه an argument يعني هو من الاخر كده بيغير الكلمات ماشي 23 according to the passage طبقا للقطعة one فالمرء can prevent يستطيع ان يمنع ويقي ايه by driving a nail into a big tree بانك تدق مسمار في شجرة كبيرة دي كانت موجودة فين يا شباب في البراجراف الاول في اخره كان بيقول ايه for the prevention of pain in their teeth لمنع الالم والوقاة من الالم في اسنانهم الناس كانوا بيعملوا ايه كانوا يعتقدون ان that the sufferer المعاني should hit a nail المفروض يدق مسمار into a big tree تمام فاذا بنتكلم عن الم الاسنان طيب عندك thieves لصوص thieves وعندك muscles pain الم العضلات عايزين اسنان tooth ache بيغير الكلمات يا جماعة tooth يعني اسنان او سنة صح واك يعني الم هو غير كلمة pain الى ache tooth ache يعني الم بالسنة او الاسنان يعني طيب superstition يعني خرافة فالاجابة تكون ايه هتكون tooth ache 24 the underlined phrasal verb الفعل الاسطلاحي بقى لتحته خط word of طبعا انت هتخمن معناه من القطعة لما قالك ايه a potato carried in your pocket يعني بطاطساية محمولة في جيبك will ward you of rheumatism هتعمل لك ايه من الرومatism ستقيك ستحميك صح واضحة جدا cause يسبب لتو يؤدي تجلب الرومatism انت اصلا عندك bring وcause وليتو كلهم نفس النعنى يؤدي الى ويسبب صح فالاجابة بالحاس فتكون protect from يحمي من او يقي من رقم 25 بيقول some hotels omit number 13 هو في القطعة قالها ايه بعد الفنادق exclude يعني واضح جدا في القطع دي بيتلعب بالالفاظ هو من الاخر كده قطع الفهم دي حفز كلمات كلمة يحط كلمة نفس المعنى وخير صدق ماشي يبقى بعض الفنادق تستبعد الرقم 13 من الغرف بتاعتهم انهم بيعتبروها انه الرقم ده ايه lucky محظوظ هتقول لي لا ده غير محظوظ فنختار به لا يبقى انت قرأت غلط زي المستر not it is not انه ليس بالرقم الايه المحظوظ تمام يبقى هو النفأ نفأ بnot فلازم نجيب الصفة المثبتة lucky 26 بيقول a mirror foretells احنا قلنا foretell يعني predict يعني يتنبأ عشي يبقى المرآة تتنبأ بموت احد الاشخاص في العائلة if it is a لو تكسرت صح يبقى الاجابة تكون broken يعني لو كسرت 27 which of the following is correctly punctuated اي من الات علامات الترقيم في سليمة هي كانت متأسرة بعمق او جدا طيب ليه كما ليه فصلت ما بين الجملتين امتى افصل ما بين الجملتين بكما لما يكون في رابط يعني مثلا اقول after هالة او when هالة المهم يكون في رابط هنا وفي كما ثم الجملة الرئيسية هل هنا في رابط لا ما فيش يبقى دي غلطة تمام طيب في بي بيقول هالة started to cry سليمة نقطة اهي خلص الجملة بس الجملة الجديدة الاس يكون capital عشان حرف الاول طيب في سي هالة started to cry semi colon she was deeply affected نركز كده مع بعض هو بيقول لك ان السيمي colon ممكن تحل محل مين الرابط تمام كده فالرابط المنطقي هنا مثلا ممكن اقول because او as صح في رابط هنا because او as فاذا سليمة يبقى احفظ معايا كده ان السيمي colon يا شباب ممكن يحل محل الرابط طيب نتخيل ان في رابط هنا ازها هو الطبيعي الحرف اللي بعده ايه small يبقى فيه غلطة هنا الاس مفروض تكون small فالاجابة كده يا شباب هتكون الاخيرة هالة started to cry she was deeply affected يبقى كان اصل الجملة دي هالة started to cry as او because مثلا she was deeply affected 28 which of the following is correctly structured ايا من الاتي بناءه اللغوي سليم في ايه بيقول sama never allows to play with her toys اتفق ان allow مفعول به to المصدر لو حزفت المفعول به يبقى verb ing وهذه خطأ في بي بيقول rodina stopped the driver smoke stop معناها ايه يمنع يمنع مفعول به from ويجوز حسفها المهم بعدها ايه verb ing فتكون smoking دي مراقع على القواعد ماشي في c بيقول احمد let himself be tricked احمد سمح لنفسه ان تخدع سليمة وخلي بالك لت هنا ماضي لانه لو مضارع كنا لت طيب في d بيقول عبد was made to لسه شرحينها من شوية عبده جعل ان يفعل شيئا يبقى be made to المصدر فاذا الجملة الوحيدة الصحيحة احمد let himself be tricked ما ننساش القاعدة بتاعتها ممكن نجيب فاعل تمام وكله حسب المعنى ثم let ثم ضمير منعكس let himself herself وهكذا ثم be زاد تصريف ثالث وهيديك المعنى هنا مجهول لا 29 بيقول he got her to do the cooking هو جعلها تقوم بالطهي تطبخ يعني this means ده معنى ايه نلاحظ ان دي صيغة سببية يعني مش هو لطبخ ده هو يخلاها هي تطبخ طيب في a بيقول he helped her do the cooking ساعدها في الطهي لا في b بيقول it was her decision to do the cooking ده كان قرارها لا ده هو طلب منها خلي بالك get بتديك اقناع او رضا اكتر مش اكبار في c بيقول she did the cooking as he asked her to do it يعني هي قامت بالطهي لان هو طلب منها كده اه طبعا لكن في d توحي لك ان هي محدش طلب منها عملت مع نفسها بدون ايه طلب اي شخص she did the cooking on her own فالإجابة هتكون c she did the cooking as he asked her to do it سؤال اللي بعده 30 بيقول when a writer wants to make the readers agree لما الكاتب او اي كاتب بيكون عايز يخلي القراء يتفقوا مع his point of view وجهة نظره هو بيكتب كده مقال ايه اقناعي صح persuasive كل شوين قولها يبقى المقال الاقناعي بيكون الغرض منه انه الكاتب يجعل القارئ يتفق مع وجهة نظره تمام بيحاول يقنعه بوجهة نظره نيجي بقى للترجمة 31 بيقول celebrities المشاهير كلمة celebrity كاسم لا يعد معناها الشهرة لكن كاسم يعد معناها ايه المشاهير تمام يبقى هنا اسم يعد عشان فيها اس الجامع يبقى المشاهير find it hard to يجدونا من الصعب ان stop منع او يمنعونا يعني interference التدخل يبقى interference يعني التدخل in their private affairs في امورهم او شؤونهم الخاصة they suffer from spinning news فهم يعانون من نشر الاخبار مثلا هنا about their personal life عن حياتهم الشخصية and spreading ونشر rumors الشائعات about them بشأنهم يبقى كلمة rumors يعني ايه شائعات طيب في اي بيقول يجد المشاهير ان من الصعب منع التدخل في شئونهم الخاصة فانهم يعانون من تزييف اخبار spinning ممكن اترجمها تزييف برضو اخبار عن حياتهم الشخصية ونشر الشائعات عن حياتهم فسليمة في بي بيقول يجد المشاهير ان من الصعب وقف الانبهار لا انبهار اسمها ايه اسمها مثلا impression او بلاش impression معناها انطباع ماشي كده كده غلق طيب في سي بيقول يعاني المشاهير من تزيين الاشاعات لا طبعا في دي بيقول يعاني المشاهير من تزيين الاشاعات برضو فاذا اجابة هتكون ايه يجد المشاهير ان من الصعب نقولها منع التدخل في شئونهم الخاصة to stop interference in their private affairs فانهم يعانون من تزييف اخبار عن حياتهم الشخصية ونشر الشائعات عن حياتهم ونشر رومر يعني شائعات 32 بيقول ميراج اللي هو السراب انك تشوف مية من بعيد كده وما فيش مية ميراج is a kind of optical illusion هو نوع من الخداع البصري او الوهم البصري that deceives الذي يخدع the eye العين this happens فهذا يحدث when water لما الماء appears to be existing يبدو انها موجودة on the horizon في الافق يعني على المدى البعيد تمام in open places في الاماكن المفتوحة but it is not in reality ولكنها ليست موجودة في الحقيقة طيب في a-b-o السراب هو نوع من ضعف البصر هو قال illusion illusion يا شباب معناها وهم illusion أنا أريدنا وهم مش ضعف طيب في b-b-o السراب هو نوع من الوهم البصري optical illusion الذي يخدع العين ويحدث هذا عندما تبدو المياه وكأنها غير موجودة بالعكس تبدو المياه كأنها موجودة طيب في c-s-rub هو نوع ضعف البصر يبا إذن إجابة تكون الأخيرة السراب اللي هو mirage هو نوع من الوهم البصري الوهم البصري optical illusion الذي يخدع العين that deceives the eye وهذا يحدث عندما تبدو المياه وكأنها موجودة في الأفق كلمة أفق معناها horizon horizon والصفة منها horizontal يعني أفقي في الأماكن المفتوحة لopen space أو open places ولكنها ليست كذلك في الواقع 33 التعليم هو الوسيلة التي يرتقي من خلالها الإنسان ويصل إلى أعلى المراتب فالعلم هو السلاح هذا الزمان والذي نحارب به الجهب وبه نحقق أحلمنا ونتقدم إلى الأمام الاختيار a b education is the mean طبعا كلمة mean دي معنى يعني ويقصد احنا عايزين means اللي دايما ايه طبعا الاسم اللي دايما مفرد أو جمع بنفس الحروف وسيلة أو وسائل بنفس الحروف بالاس مفرد أو جمع طيب في b education is the means هو الوسيلة هنترجم هنا الوسيلة through which التي من خلالها تمام التي من خلالها a person raises الشخص بيرفع بس يرفع ايه طيب وبيقولك ايه يصل إلى أعلى المراتب أو يرتقي يرتفع فمحتاجين بقى الفعل اللازم هو raises تمام كده طيب في cb education is the means هو الوسيلة through which التي من خلالها a person raises يرتفع أو يرتقي الشخص and reaches ويصل the highest levels أعلى المستويات science is the weapon weapon يعني سلاح أخذنا قبل كده a double edged weapon سلاح زو ايه حدين a double edged weapon تمام التعليم أو العلم هنا هو السلاح هذا العصر with which والذي به we fight ignorance نحارب ونواجه ignorance الجهل achieve our dreams ونحقق أحلامنا and move forward وإيه نتقدم إلى الأمان فإذا c سليمة في db education is the mean ما نكملش خلاص فخلاص كده الإجابة وضحت education التعليم is the means through which a person rises and reaches the highest levels science is the weapon of this age إحنا قلنا weapon يعني سلاح with which we fight ignorance الجهل achieve our dreams and move forward move forward معناها إيه نتقدم إلى الأمان 34 تحاول الحكومة استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء كإحدى ركائز التنمية المستدامة ولقد وقعت العديد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجال الهايدروجين الأخضر والطاقة النظيفة في the government is trying to explore new horizons الحكومة تحاول أن تستكشف آفاق جديدة horizon يعني آفاق قلناها كتير for green projects ليه المشروعات الخضراء اللي هي صديقة للبيئة يعني as one وركز في اللي جادي كواحدة من of the انت الطبيعي حتى لو مش عارف كلمة pillar يعني إيه عندك واحدة من أكيد اسم جامعة صح يبقى pillars تمام يبقى pillars دي غلطة ناشي طيب في bbo the government is trying to explore new horizons for green projects as one of the pillars أي أحد أركان of sustainable اللي هو development التنمية المستدامة it has signed many agreements تمام ولقد وقعت ماشي هو قالها وقعت بس نفس المعنى اتهن عادة الحكومة تمام كده فنقول إن الحكومة وقعت ما فيش مشكلة ماشي وقعت الحكومة many agreements الكثير من التفقيات to implement لتنفيذ new projects مشروعات جديدة in the field of green hydrogen في مجال الهيدروجين الايه أو هنا hydrogen الهيدروجين الأخضر صديق البيئة يعني clean energy والطاقة النظيفة في cbo the government is trying to explore new horizons for green projects as one of the pillars نفس الغلطة كمان temporary معناها مؤقت في dbo the government is trying to explore a new horizons غلطة طبعا ازاي a مع s مش منطقي فإذا الإجابة كده تكون مين يا شباب b the government is trying to explore a new horizon horizon يعني افق تمامي باعه horizons افق for green projects as one of the pillars pillar يعني يعني ركن تمام ركن او زاوية ولها معنى تاني المعنى الحرفي عمود of sustainable development للتنمية المستدامة it has signed many agreements to implement new projects in the field of green hydrogen and clean energy نجيبا الأهم الكلمات fertile fertile أو fertile معنى خصب أو مثمر fertile lack نقص أو افتقار lack fertilizer بالس أو بالزد معنى سماد أو مخصب fertilizer 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 insecticide معنى مبيد للحشرات مبيد حشري insecticide insecticide superstition خرافة superstition magic معنى ثحر magic misfortune سوء حظ misfortune word of يقي من يبعد يطرد يحمي من word of have take bear shoulder responsibility معنى يتحمل المسئولية have أو take أو bear أو shoulder responsibility break a promise معنى يخلف الوعد rheumatism اللي هو التهاب المفاصل أو rheumatism 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 foretell معنى predict يعني يتنبأ foretell foretell quarrel تمشي اسمه فعل شجار أو يتشاجر quarrel spirit روح spirit nail معنى مسمار أو ظفر أو يثبت بمسمار nail أو يضق مسمار celebrity كاسم لا يعد معنى شهرة لكن كاسم يعد شخصية مشهورة interference جاي من الفعل interfere معنى يتدخل يبقى تدخل في الشؤون مثلا وبالتالي كلمة affair معنى أمر أو شأن rumor معنى شائعة أو إشاعة rumor شبه كلمة tumor معنى ورم يبقى rumor إشاعة أو شائعة tumor معنى ورم mirage mirage معنى سراب mirage mirage optical بصري optical illusion يعني وهم أو خداع illusion horizon أفق horizon means كاسم معنى إيه وسيلة أو وسائل وخلي بالك مفرد أو جامع بنفس الحروف بالإس weapon معنى سلاح weapon weapon a stepping stone أخذناه قبل كده معنى وسيلة للتقدم أو خطوة أولى a stepping stone keep pace with معنى يواكب أو يساير واتفقنا تساوي بالضبط catch up with cope with وهكذا ignorance ignorance معنى الجهل جاي من الفعل ignore وبالتالي ignorant دي صفة معنىها جاهل neglect تساوي ignore بالضبط معنىها يتجاهل ولها معنى تاني يهمل neglect superior معنىها أفضل أو متغطرس أو متكبر pillar pillar معنىها عمود ده المعنى الحرفي أو ركن تمام ده المعنى المجازي sustainable مستدام أو صديق للبيئة implement قلنا كفعل معنىها ينفذ أو يطبق لكن كاسم معنىها أداة implement field معنىها مجال أو حقل نجي بالأسئلة القصة 35 بيقول كيف كان بيب مختلفا عن بنتلي درامل give two points طبعا كان مختلف عنه وما كانش متكبر زي بنتلي درامل بنتلي درامل كان very proud كان متكبر جدا وفكر نفسه أعلى من مين من بيب وهاكذا فنقول بنتلي درامل was very proud he thought himself a superior to pib pib wasn't that kind of person 36 بيقول pib was a good friend of joe's pib كان صديق جيد لجو do you agree or not and why طبعا لأ اتطفق لأنه هو في الأول بس اعتبره كصديق وبعدين felt ashamed of him يعني كان استعر منه كده فنقول no he considered joe his friend only in the beginning but later pib started to feel ashamed of him له of joe يعني سؤال 37 بيقول write a paragraph of six lines paragraph من ستة أسطر على الموضوع التالي how to improve your productivity as a student ازاي تحسن من انتاجيتك كطالب اول جملة مقترحة ممكن اقول يوجد الكثير من الطرق لكي نحسن انتاجيتنا كطالبة نسيب المسافة الاول ونقول there are many ways طرق كثيرة to improve لكي نحسن our productivity productivity as students as students كطالب طيب الخطوة الاولى نقول first اولا او الطريقة الاولى first مثلا make a plan اعمل خطة make a plan for what you need to do for what you need to do اللي انت بحتك تعملو for what you need to do تمام كده and وامتا بقى هتعملو and when and when you will do it you will do it تمام حلوة كده كمان ممكن اقول استخدم مثلا ايه تقويم عارفين calendar اللي هو باليوم والاسبوع وهكذا او حتى قائمة ايه قائمة حاجاتها تعملها اسمها to do list عشان تساعدنا نفتكر الحاجات دي كلها فيزا نقول use او مثلا ممكن اقول we can use we can use نستطيع ان نستخدم a calendar a calendar هناخدها في المنهج a calendar تمام يبقى اللي هو التقويم or a to do list a to do ماشي list قائمة مهام يعني to help لكي تساعدنا to help us مثلا remember ان نتذكر remember نفتكر الحاجة يعني طيب نقول بعد كده next بقى احنا قلنا first ممكن اقول second او next ثم بعد ذلك نقول ايه لازم نلاقي مكان كويس عشان نذكر فيه صح نقدر نركز وكده يبقى we should ممكن اقول you برضو you should او we should find النجد a good place a good place مكان جيد ماشي to study نكاين وذاكر where we can focus we can concentrate نركز focus نفس المعنى concentrate افصل الحاجات اللي ممكن تشتتك turn off things الاشياء things مثلا that can distract you distract you ماشي زي ايه مثلا زي مثلا like the tv your phone وهاكذا ماشي طيب نختم بقى عشان خلاص المكان خلص هنقول مثلا عندما عندما نعمل بجد when او انت when you work hard when you work hard عندما تعمل بجد and stay organized and stay organized يعني ايه تبقى مرتب متنظم كده منظم نفسك stay organized ايه هيحصل بقى you can do well تستطيع اللي ايه ال y small بعد الكمة الحرف اللي بعد الكمة على طول small you can do you can do عشي well in your ممكن اقول study with school بس انا عايز اغيرها you can مثلا ايه you can have a good productivity as a student عشان تبقى نفس العلمان you can have a good rate معدل جيد a good rate of productivity productivity تمام كده as a student كطالب نحاول بقى نكتب نفس اللي احنا كتبناه مرة واثنين وثلاثة للتدريب وثلاثة